مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحداث في الدين قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا المسلم النموذج محمد صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة محمد صلى الله عليه وسلم القدوة الصالحة محمد صلى الله عليه وسلم درة تاج الجنس البشري محمد صلى الله عليه وسلم أعظم رئيس محمد صلى الله عليه وسلم أعظم قاضي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم قائد محمد صلى الله عليه وسلم أعظم زوج أعظم أب محمد صلى الله عليه وسلم أعظم داعية محمد صلى الله عليه وسلم أعظم معلم محمد صلى الله عليه وسلم هو النموذج في كل منحى من مناح الحياة ولو أننا اكتفينا أثره ومشينا على طريقه الذي رسمه والله لساعدنا في الدنيا والآخرة مخالفة أمر النبي بالبدعة في الدين تحبط العمل فانتبه يا حبيبي قال الله عز وجل وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال جل جلاله فليحظر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وصح عنه أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي ما تألفش وصح عنه أنه قال خذوا عني مناسككم اعمل عمرتك اعمل مناسك الحج زي النبي معلمك ما تألفش وأخرج البخاري في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو عليه رد اللي يزود على اللي النبي أمر بي أو ينقص على اللي النبي أمر بي عمله باطل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو عليه رد ولذلك لما صلى الرجل المسيء في صلاته وجاء يسلم على النبي بعدما انصرف من صلاته رجل بيصلي والنبي شايفه الرجل خل الصلاة رح للنبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي إزايدا قام وركع ورفع وسجد ورفع وجلس وسجد الله ارجع فصلي فإنك لم تصلي صلى للمرة الثانية وجاء مسلما فرد عليه ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي رح صلى للمرة الثالثة ثم جاء وسلم فرد عليه ثم قال إرجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات ثلاث صلاة بطلة قال هذه صلاة التي أعرفها يا رسول الله علمني كيف أصلي فعلمه أن يطمئن في كل ركن من أركان الصلاة ثم مرك حتى تطمئن ثم مرف حتى تطمئن بلاش الصلاة بتاعة الحرامية ما هو النبي قال أشد الناس سرقة الذي يسرق في الصلاة دول اسمهم الحرامية بتوع الصلاة اللي بيصلي الله أعوذ الله جلاله الحمد لله الله سميع الله يا أخي يا أخي رحمنا ادينا فرصة نطمئن في كل ركن انت بتصلي ولا بتلعب انت بتصلي تتعبد ولا موظف بتخبط ركعتين وتمشي هي دي صلاة النبي قال له صلاتك بطلة ارجع فصلي فإنك لم تصلي وقرأ معي هذا الحديث الذي يقف منه شعر البدن إن كان في القلب إسلام وإيمانه روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختل جودوني فأقول أصحابي أصحابي فيقال لي لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا قال بعض أهل العلم هم الذين ارتدوا من الصحابة فلم يصبحوا صحابة وقال بعضهم بل هم المنافقين هؤلاء هم أهل النفاق وقال بعضهم بل هم كل من أحدث في دين الله عز وجل إلى يوم القيامة البدعة خلت الملايكة تحجزهم عن حوض النبي المورود في الآخرة البدعة مصيبة في الدنيا والآخرة قال الإمام مالك إمام دار الهجرة من زاد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتهمه بخيانة الأمانة وعدم تبليغ الرسالة وكان يقول عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك فيا هذا يا أيها المبتدع في الدين يالي بتألف لنا أذكار من عندك وأوراد من عندك وصلوات من عندك وأشياء ليست من دين الله وتلصقها في دين الله يا أيها المبتدع ألا يسعك ما وسع رسول الله فتلزم غرزة ألا يسعك ما وسع الراشد ما وسع الصحابة ألا يسعك ما وسع التابعين وأتباع التابعين وأئمة الإسلام الكبار مالك الشافعي أبو حنيفة ابن حنبل ألا يسعك ما وسع كل هؤلاء في هذه القرون الثلاثة الفاضلة إن دين الله كمل لا يحتاج إلى فلسفة من أحد ولا إلى فزلك من أحد ولا إلى زيادة من أحد أنزل الله على رسوله قبيل أن يموت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة ما هي البدعة عشان في بعض الناس الجهلة بيخلطوا الحابل بالنابل ولك بدعة هم الجماعة كده أصحاب اللحة يقول لك كل حاجة بدعة طب هو كان في زمن النابي طيارة ولا سيارة ولا غواصة ولا مدفع ولا نظارة ولا تليفون هو كان الخطيب الجمعة يا من النابي بيخطب في الميكروفون طب كان فرش السجاد مكت كان فيه سجاد في المسجد فرش وسجاد كلها يا أخي افهم 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 وتعلم ما هي البدعة البدعة هي طريقة في الدين سلك ودانك ربنا يكرمك هي طريقة في الدين في الدين هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها التقرب إلى الله في الدين إنما الدنيا يا ليت أهل الإسلام يبدعوا في الدنيا كونوا من المبتدعين في الدنيا عملوا اختراعات وعملوا أشياء أبدعوا فيها بس يكونوا في الدين من المتبعين يبقى اتبعوا في الدين وأبدعوا في الدنيا نعم على أي حال البدعة في الدين تبطل العمل افتكر على طول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو عليه رد افتكر على طول حديث المسيء في صلاته اللي صلى قدام النبي تلت مرات على غير هدي النبي في الصلاة ألعدها تلت مرات الصلاة بطلة إلى أن التزم بهدي النبي الذي صلى وقال للصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم